السلام عليكم الحادقات الحادقين كي بقيتو كي بقى ولداتكم كي بقى العائلة معز عليكم واليوم ان شاء الله غادي نتقسم معاكم واحد واحد الدسر يعني نزولا عنده رغبة واحد المتتبعة طلبتني باش ندير لها دسر بالكينوة مادم بدينا الكينوة نكملو معاها نديرو بعد الوصفات فهذا دسر ديال الكينوة البيض يمكنك تديري لابغي تيبلون اخر ولكن من الافضل البيض لانه كي يطيب يعني قبل الملون يعني كي يطيب بسرعة وعدي الكينوة بيضة واللي بغى تدير الكحلاء يمكن لها اولا تدير انا اخترت البيض لانه كي يطيب ضغية لهذا الوصفة هادي كنحتاج واحد الكاس يعني كاس للعنبة من الكينوة بيضة هنا عندي واحد تقريبا واحد مستطرو ديال الحليب قد شوفوا عندي الحكاك ديال الحليب المحلة يعني المكونسنتري يعني انا اكن ديرش انا اشهر للنوع ديال الحليب غير هذا اللي لقيت هنا عندي جوج الحكاك ولكن يمكنك تصغني على واحد يمكنك تديري طريقة اخرى تحلي بالحليب العادي واحد شوية ديال اللوز باش نزينو ونتي زيني باش ما بغيتي غادي نغسلوه مزيان وما تكرهيش باش ديريه يفزق واحد خمسة دقايقة وسطة هنا كندير ذاك الحليب في واحد الانية وكندير ذاك الكينوة الطيب في الحليب وحاولوا باش تبقى وحدها باش ما يفزش الحليب هنا طيبتها مدة دقتلا خمسة عشر دقيقة يعني ماشي في حال شلادة شلادة كتبغيها كروكونت ديسيل ما غاديش ما كان بغيش هكاك خصني طيبهم زيان خمسة عشر دقيقة في واحد الكوكوت واللي عندها يعني في المغرب الحمد لله عندنا الناس اللي هدك يتبعها كاراميليزي واللي بغى تصوب الكراميل على طريقتها تصوبه كندير له هنا أربعين دقيقة يعني بعد ما يتصفر الكوكوت غسنا نحسبوه أربعين دقيقة وغادي نقابلهم زيان حتى غادي طيب وغادي شرب ذاك الحليب هنا غادي ندير له تقريبا واحد جوج معالق كبار ديالنيسلي هنا يفين قلت لكم إلا بغيت أنتم تخليوا غيب الحليب العادي وديروا له السكار أو العسل ممكن أنا كندير له هذا الحليب الكنسنتري لأنه كيعقدو كي يجمدو كي يجيزوين سوف يكن خليوه يبرد شوية كيزيد يعقد وما زل كيعقد من اللي كيدخل كل جاي برد وهذا هو الشكل ديال الحليب ديالنا فأنا اختارت هدلي رام كان صغيرين أنا كيف ما كان قول لكم وصفة مشل الأصحاب الرجيم يعني الكينوارات دي الأصحاب الرجيم ولكن من اللي غادي يولي دي سر حلو رام ما غادي شلق غادي يليق لي نحنا اللي كان بغيه الحلاوة فكان دير واحد جوج أو ثلاثة دلمعي القاتل تحت كان بدا بيهم في ذاك الإناء ديال القياس اللي عجبك اللي ما كيبغيش الكرامل بزاك ما يقويش يعني كيجي زوين كيجي هائل وذك المزيج ديال الكرامل ونسلين ففي ذاك هذيك الكينوار معلوز كيجي هائل أنا كان فضل باش نزينه باللوز ومن ديرش الفوكي لأن الفوكيه طعم آخر صافي وكان عمر عليه القياس يعني دا باك تشوفه ما زالش ويمطلوق ما من بعد غادي قصح كي يبرد كيولي فيها واحد لا تكستير زوينة وهاء الاحتفل ما كده دياله صافي وهنا زين تهم بهذا كله زمقلي ومروش وانت زيني باش ما بغيتي يمكن لك تزيني حتى بالفوكيه لك يعجبك الفوكيه زيني بالفوكيه هناك يعني كمنا الوصفة ديالنرى سريعة ما قد تاخد لكش وقت كتير وليبغيتي تنقصي شوية من الحلاوة يعني كل شي سواء لصحاب الرجيم أو غير ذلك فممكن وإلا عجبتكم الوصفة ديالي لايكي وبرتاجي وديكتبوا لي التعليق ديالكم مع واشركم باركة مسعودة وانتلقاها في وصفات أخرى إن شاء الله وانتظروا الفيديو المقبل غاديكون حتى هو مهم بالنسبة لعيد الأضحاء إن شاء الله وشكرا